اهلا بكم مجدداً في موضوع جديد رح نحكي بلمحة سريعة عن السايبر سيكوريتي ما هو السايبر سيكوريتي؟ ما الفرق بين السايبر سيكوريتي والسيكوريتي؟ الأمن السيبراني يعتمد اليوم على تنوع بأسليب الحماية سابقاً كنا نعتمد كسيكوريتي على الحماية من خلال البروتكشن والكنترول بشكل رئيسي حماية الأنظمة أو الأجهزة العاملة ضمن الآي تي نتورك أو الآي تي انفيرومن من خلال اتباع تقنيات معينة قائمة على البروتكشن والكنترول بشكل أساسي لكن هذا غير كافي اليوم اليوم اتسعت رقعة الشبكات والتطبيقات الخاصة بالشبكات بمختلف المجالات الصناعية والهندسية والزراعية الطبية وغيرها من كافة المجالات أيضاً المعلومات والخدمات زادت قيمتها اعتمادية على هذه الخدمات بشكل كبير جداً فصارت هذه المعلومات مستهدفة من قبل كثير من المخترقين زادت تطورت أسليب الاختراق فاتباع الأسليب التقليدي لحماية المنظومة بكامل مكوناتها المعلومات والخدمات والأجهزة العاملة داخل المنظومة غير كافية يجب أن نتبع أسليب أخرى قد يكون تتعلق جانب إدارة بعيدة عن جانب الفني هون يأتي دور السايبر سيكوريتي هو إيجاد إطار عمل شامل من أجل حماية المنظومة نقصد منظومة الـ IT هذه الجوانب المتعدل للسايبر سيكوريتي قد تكون بالإضافة للبروتكشن والكنترول قد يكون هناك جوانب إدارية مثلاً عملية حوكمة العملية الـ governance الـ processes أيضاً إدارة المخاطر risk management فالrisk management هو جانب مهم من جوانب الأمن السيبراني فعلى سبيل المثال أقول أنا مقيم المخاطر الموجودة عنده وبينانا عليها أبلش أحل بهذه المخاطر من هون أصلاً؟ من هون بيبلش الشغل؟ قد يكون عندها ثغرات عديدة مخاطر عديدة من هون أبلش أحل فيها؟ لازم أصنفها وعملها إدارة بشكل عام فهذا جانب من جوانب الأمن السيبراني أيضاً الـ governance حوكمة العمليات تكون الأمور واضحة وشفافة للكل إلها طبعاً تفصيل جانب آخر اللي هو الـ respond لو صار عندي حدث هل عندي خطط الاستجابة للحدث؟ لو صار فيه اختراق هل فيه خطط؟ وهل عندي قدرة أحتوي هذا الاختراق؟ ما يتوسع؟ ما يكون له خطر أو يكون خطر أكبر؟ فهذه الجوانب الأمن السيبراني هدفها المحافظة على CIA المحافظة على منظومة من ناحة confidentiality والintegrity والavailability خصوصية المعلومات ضمان عدم كشف المعلومات إلا من قبل الأشخاص أو processes المخولين أو integrity سلامة وضمان عدم تغيير المعلومات إلا من قبل الأشخاص والprocesses والapplications المخولين والavailability ضمان توفر الخدمة أو المعلومة للمعنيين سواء نحكي عن أشخاص أو services أو applications فالغاية القصوى للسيبر سيكوريتي محافظة على CIA من أمثل على الجوانب مثلاً identification أعرف من هم الخصوم المحتملين على منظومتي أجمع معلومات عنهم ممكن يكون detection أستخدم أسلوب أسليب مراقبة مستمرة للإنفيرومنت ممكن يكون أيضاً respond يكون عندي خطط مسبقة معدة مسبقاً لو صار عندي تهديد أو اختراقات معينة كيف أستجيب كيف أحتوي هذه التهديدات فهو مرحل عن جوانب ممكن تكون إدارية بعيداً عن جوانب الفنية إذن كلها كل متكامل كل متكامل من العمليات عشان تكون هذا الكل منظم وما يكون فيه أمور عشوائية يوجد أطر عمل frameworks للصايبر سيكوريتي ولازم أنا أكون على معرفة بهذه الفريمورك مثلاً نست فريمورك أيضاً أعرف الregulations الموجودة حسب القطاع اللي أنا بعمل فيه لو كان قطاع مالي أو قطاع صناعي أو قطاع طبي في regulations أو international standards موجودة أنا مفروض أتبعها ما بدي أخترى العجلة أنا بدي أستخدم شيء موجود فيه ناس اجتهدوا طلعوا standards وفريموير أنا ممكن أتبعها ورأي حالي بكثير جوالب وأطبق ما أنتجوا من اعتبارات للحماية فإذن هي المظلة الواسعة جداً السايبر سيكوريتي تضمن حماية المنظومة باستخدام النهج السليم التقنيات السليمة وأعداد خطط مسبقة من أجل ضمان سلامة منظومة الـ IT بكامل مكوناتها طبعاً هذا أجال السايبر سيكوريتي لكن كعاملين بهذا المجال هناك اختصاصات متنوعة قد أكون دوري قد أكون أنا مختص بعمل قد أكون مختص أنا بجانب من جوانب السايبر سيكوريتي كبيريتريشن تيست فالتمييز بين إطار عمل السايبر سيكوريتي وبين الاختصاصات الفرعية داخل السايبر سيكوريتي أتمنى بهذه اللمحة سريعة بيّن جانب السايبر سيكوريتي نلتقيكم بفيو تسجيل جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا